تخل عن الشرعية ام ورقة ضغط عليها سؤال يرافق المحادثات الدائرة بين ميليشيا الحوثي والسعودية المحادثات التي اكدت مصادر دبلماسية وسياسية لرويترز حدوثها بشكل سري في سلطنة عمان برعاية امريكية وفق رويترز فان محمد عبد السلام المتحدث باسم ميليشيا الحوثي تواصل بشكل مباشر مع مسولين سعوديين لمناقشة سبل انهاء الحرب ورغم ان المصادر الدبلماسية اكدت استعداد الرياضة والحوثيين السير نحو اتفاق شامل لانهاء الازمة اليمنية الا ان الطرفين ينفيان بغموض تلك المفاوضات المباشرة حيث اوضحت مصادر رسمية في التحالف استمرار دعمها لجهود احلال السلام بقيادة الامم المتحدة بينما يتحدث الحوثيون عن اشتراطات عامة ومكررة لو احنا عارفين ان السعودية حق السلام وانقرارها بيدها ان احنا ونجلس على طاولة ونتفاوض تفاوض الشجعان تجري المحادثات بين السعودية والحوثيين وفق مصادر سياسية يمنية منذ قرابة شهرين بهدف التوصل لصيغة اتفاق يسبق وصول المبعوث الجديد للأمم المتحدة مارتن جريف وتسير تلك المشاورات بالتزامن مع تحركات مكثفة لوزير الدفاع الامريكي جيمس ماتيس في البحرين ومسقط في ظل تصريحات عمانية عن استعداد مسقط ممارسة دور لفض النزاع في اليمن المحادثات الثنائية بين الميليشيا والرياض تجري بدون علم الشرعية وهو ما يلقي بظلال من الشكوك حول مستوى الثقة بين الشرعية والرياض خصوصا بعد الاحداث الاخيرة المتسارعة والتي اكدت الاقامة الجبرية للرئيس هادي وبعض مسؤوله في الرياض وسط تكتم شديد تخوض الرياض وميليشيا الحوثي مشاوراتها التي تأتي حسب محللين كيحدى اوراق الضغط السعودي على الشرعية لتعديل مواقفها لصالح اجندة التحالف بينما يرى مراقبون انها تصب في طار توجهات السعودية لانهاء الحرب التي اخفق التحالف في تحقيق اهدافها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر